طيب نروح لمنتخبنا الوطني بس قبل ما نروح لمنتخبنا الوطني افتتح كاسلوم الأفريقية النهاردة الكاميرون تفتتح كاسلوم الأفريقية تنطلق البطولة وحركة كنتم متابع للتحديات تحديات من الاتحاد الأوروبي والعندية الأوروبية تحديات من الفيفا النهاردة البطولة تقام خوف من الكورونا مع كل التحديات دي قدرت الكاميرون النهاردة وقدرت كار الأفريقية وقدر الكاف انه ينظم البطولة وتنسالك النسخة هذا اليوم بمشاركة منتخبنا الدور اللي قام بيه سامو الإيت رئيس الاتحاد الكاميروني في أوروبا كان دور رائع والدور اللي قام بيه رئيس الكاف حالياً لو كان رئيس نادي كان له دور كبير جداً جداً في إقامة البطولة في موعدها لأن لو لو تقم البطولة كانت الكاميرون هتنسحب منها البطولة فكان ليهم دور كبير جداً بإعلاقاته الخارجية ورئيس الكاف طبعاً كان رئيس نادي فكان ليه دور كبير جداً في إقامة وكان هناك مشكلة المشاكل اللي كانت حصلة مش هادة تتصرق لها مشاكل أمنية في مدية لنبي ولكن هي تحلت كدولة طبعاً والمشكلة التانية مشكلة أنه ما كانش فيه معامل أنها تقدر تحصل البي سي آر أو التحليل لكورونا فيعني التحليل جاتوا استدعوا تحليل خاصة والأمور بعلاقات خارجية مع الفيفا مع التحاد الأوروبي مع كذا 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 الأمور لأن بطولة أفريقيا دي حاجة مسهلة طبعاً حاجة مسهلة حاجة بقت قوية جداً والعالم بقى يروح لها وتواجد محمد صلاح تواجد ماني تواجد محرز تواجد اللاعبين الكبار اللي في أرسن ونيني واه 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 طبعاً لا تلعبين بقوا منتشرين في أوروبا وبقوا مميزين وبقوا من أحسن لعبة العالم دي النقطة مهمة يا كابتا الحمزة نعم نروح للمنتقى مصر لأنه فترات طويلة جداً كنت تلاقي مثلاً لاعب أو اتنين نعم في القارة الأفريقية من قصفين الدنيا في أوروبا يعني مثلاً تلاقي دروكبا أو إيتو نعم تلاقي كانو مثلاً ساعة نيجيريا تلاقي أدبيور جورج وايا جورج وايا لاعب أو اتنين لكن دلوقتي تتكلم في المطولة الأفريقية مليانة نجوم في الأندية الكبرى في أوروبا مليانة نعم فالموضوع فعلاً أنا برضو بحاول أخذ الجانب بتاع الأندية الأوروبية نعم ومزاي زمان نعم أنت دلوقتي اللعيبة بتاعتك تأثر على دوريات أوروبية كبيرة نعم ما بقاش واقع متابعة ده حضرتك مشايف نعم يعني أنا شايف أنها ظاهرة كويسة جداً وآآ وأنا شفت تصريح مساعد يورجين كلوب بعد المباراة الأخيرة واضح أنه سعيد جداً قالك أن أعظم شيء أن اللعب يرتدي أميس بلاده زي ساد يوماني وزي محمد صلاح فهم سعاداء بكده والأندية الكبيرة في أوروبا يعني فرصة يعني أكيد هم محتاجين اللعبين المميزين زي محمد صلاح زي ساد يوماني الأخيرة ولكن ليفاربول مليء الأرسنال مريء مليء باللعبين تشيلسي برضو مليء باللعبين فأعتقد أن برضو الصدفة في أوروبا في الأندية يعني ما تفاجئوش أن صلاح وماني هيمشوا لا ما تفاجئوش بكده هم عندهم البديل ومجهزين لكده وبيعملوا البلان بتاعهم على مدار السنة أو السنتين على أساس أنه هيصل لمرحلة أن اللعبين دول فيه الرزنامة أو الاتحاد الدولة عاملها سواء بطولة أو ليه عدد مباريات معينة هيقديها مع منتخب بلاده فأكيد الحاجات دي محسومة ولها بلان كويس جدا جدا يعني إنما فيش شك حيبقى فيه تأثير ولكن مش التأثير اللي هو لأن دي أندية كبيرة وعريقة وعظيمة يعني اشتركوا في القناة